أعلنت الإدارة المحلية في محافظة ديالة عن إغلاق جميع مخيمات النازحين مؤكدة عن وجود عدة أسباب تمنع عودة قسم من النازحين منها الثارات العشارية مطالبة للحكومة المركزية ووزارة الهجرة بالاستماع إلى عدة نقاط لغرض إنهاء ملف النازحين نأمل أنه سيد ريس الوزراء ووزارة الهجرة تسمع من عدنا قسم من المشاكل المستعصية حتى نستطيع أن ننهي ملف النازحين عدنا عدة خطوات لإنهاء المشاكل العشارية الموجودة التي حالت دون رجوع قسم من النازحين في مكانين أو ثلاثة إن شاء الله نحن على استعداد لإنهاء هذه المشاكل بالقريب العاجل من جانبه أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالة عن وجود أكثر من عشرة آلاف نازح لم يستطع العودة وأصبح نزوحهم داخليا بسبب التوترات العشارية وعدم توفير الخدمات أجبرتهم للنزوح داخليا وجود بعض المشاكل العشارية التي أدت إلى تأخر عودتهم كحكومة مركزية شكلت لجنة من ضمنها وحافظة ديالة كانت هناك لجنة عملت على تشجيع العودة الطوعية إلى مناطق النازحين لكن هناك مثل ما قلت حضرتك أسباب كثيرة يضاف لها سبب عدم تعويض أغلب النازحين لدينا أكثر من عشرين ألف عائلة تنتظر مبالغ التعويض لا توجد مبالغ أو تخصيصات كافية لتعويضهم هذا الأمر أدى على أن يكون عدم عودتهم فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي عبدالخالق العزاوي بأن هناك عوائل لم تستطع العودة لمناطقهم لا سيما ناحية العظيم وأطراف ناحية قراتبة وشمال قضاء المقدادية بسبب مطلوبيتهم للقضاء ووجود خلايا لتنظيم داعش في مناطقهم تقوم بأعمال إجرامية بين فترة وأخرى أسباب أمنية هناك قسم منهم مطلوبين أو طلبوا من أجل ممتلكاتهم بدعاوي كيدية لكن الأغلب هم مطلوبين وقسم منهم مناطقهم ما زالت هناك ثغرات لدعش الأرهابي لكن مسيطرة عليهم من خلال الأجهزة الأمنية والحاجزة الشعبية بدأنا نفتح القرى النائية نرجع الناجحين إلىها ولكن صعوبة الخدمات باحتبار أنه نطلب من الحكومة المركزية دعم محافظة أديالة وخصوصا جناب السيد المحافظ في مسألة الخدمات لتهيئة القرى النائية لعودة الناجحين بشكل كامل العقبات كثيرة منازل مدمرة وأخرى تعرضت للأضرار كما أن الثأرات العشائرية وعدم توفير الخدمات والتعويضات أسباب تقف عائقا أمام عودة النازحين الذين هم بين مطلقة الحرمان من الحقوق وسندان العودة من محافظة أديالة حسن شمري التغيير الفضائية